السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي سوف نتحدث على أمر غريب يتم التخطيط له مربما مستقبلا الأمر يتعلق بإغلاق تتذكرون لما ظهر وباء كورونا في العالم منك العديد من دول العالم التي طبقت الإغلاق الشامن وذلك لحماية مواطنها مثلا من الإصابة بكورونا وانتشار كورونا في تلك البولد مثلا في الوية المتحدة الأمريكية نذكر أن نيويورك عملت إغلاق بسبب ارتفاع حالة الإصابة بوباء كورونا لكن في هذا الفيديو سوف أحدثكم على طريقة جديدة تفكر فيها النخبة الحاكمة على الصعيد العالم يعني الناس الذين يتحكمون في مصير العديد من المواطنين في جميع بقاع العالم بأنهم يريدون أن يكون هناك إغلاق وهذا الإغلاق سوف يتم تطبيقه في العديد من المدن العالمية مثلا في باريس، في برقوطة، في هيوستن تيكسس، في سيول، في كوريا الجنوبية هناك العديد من الأمور هذا الإغلاق الذي تتخطط له النخبة وهذا الأمر موجود على الموقع الرسمي لهذه الجهة وهي منتدى الاقتصاد العالمي يمكنكم الدخول على الموقع يمكنكم التأكد من أنفسكم أن هذه الأمور التي أحدث فيها ليست خيالا علميا ليست فيلم من إنتاج هوليوود هذه أمور يتم تخطيط لها والتي سوف تطبق في العديد من دول العالم وهناك مقاطعة في بريطانيا طبقت هذا الأمر وسوف أشرح لكم خطورة هذا الأمر فالإغلاق كما قلت سببه هو حسب هذه الجهة وهي المنتدى الاقتصاد الدولي أنه لحماية البيئة وخفض من الاحتباس الحراري فهدف الإغلاق الذي يتم الحديث عليه هدفه كما قلت هو حماية البيئة من تغييرات المناخية فإذا تطبق هذا الأمر وكما قلت سوف أعطيكم مثال لمقاطعة في بريطانيا سوف يتم تطبيقه هذا الأمر عن قريب سوف يتم منعك من سياقة سيارتك في بعض الأوقات وعليك بتعويضها بالدراجات الهوائية يعني لو تطبق هذا القرار الإغلاق الذي الهدف منه حسب أقوالهم حماية البيئة من التغييرات المناخية إذا كنت تقتم في هذا الحي فلا يمكنك الانتقال إلى حي آخر إلا بشروط وأنه حتى لو تنقلت من منطقة إلى منطقة أو ما يسمى بالإنجليزة بالزونز يعني مناطق فإنك تحتاج للحصول على رخصة للخروج من هذه المنطقة والدهاب إلى هذه المنطقة كما قلت هذه الأمور شاهدناها مثلاً مع وباء كورونا خصوصاً مثلاً في المغرب أنه لكي تخرج لتقضي غرضك تحتاج إلى ورقة تثبت أنك لديك غرض ما تريد داب الصندقلية الشرطة أو المصالح أو السلطة سوف تطلب منك تلك الوثيقة نفس الشيء الآن سوف يطبق في العديد من دول العالم لكن بطريقة أخرى وطريقة يعني أقل ما يقال عليها أنها خطيرة جداً فالخطة التي يدعو المنتدى الاقتصادي الدولي لتطبيقها يطلق عليها بخطة city 15 minutes أو 15 minutes city هذه هي اسم الخطة وكما قلت هذا الأمر سوف يظهر لكم في الشاشة أو سوف أدع لكم روابط وسوف يطبق بأغرب المدن الكبرى في العالم وهناك منطقة في بريطانيا يطلق عليها بأكسفورد شاير أكسفورد شاير هذه المنطقة التي سوف تطبق هذه التقنية أو هذه الخطة كما قلت لحماية الكوكب من الاحتباس الحرار هذا المخطط يقول شاهدوا إخواني أخواتي ماذا يقول هذا المخطط إذا أراد السكان مغادرة منطقتهم سوف يحتاجون إلى إذن من المجلس الذي سوف يقرر من يستحق الحرية ومن لا يستحق وبموجبها المخطط الجديد يسمح للمقيمين بمغادرة منطقتهم بحد أقصى مئة يوم في السنة ولكن من أجل الحصول على هذا سيتعين على كل مقيم تسجيل تفاصيل سيارته لدى المجلس الذي سوف يتتبع أو يتتبع بعد ذلك تحركاتهم عبر الكاميرات الدكية حول المنطقة أو المدينة يعني ناس الذين يقتلون في مقاطعة أكسفون شاير هذه المقاطعة في بريطانيا التي تم تقسمها إلى أو ستة مناطق فالشخص الذي يقتل مثلا في المنطقة ويريد انتقال إلى المنطقة اثنين أو واحد إلى اثنين إما استعمال الدراجة النارية أو أنه في حالة أراض الانتقال بسيارة لغرضينما يجب أن يأخذ الإذن من المجلس للانتقال كما قلت هذا الأمر ربما يظهر أنه غريب وأنه خيال علمي لكن هذه الأمور حقيقية المخطط في مدينة أكسفون شاير في بريطانيا سوف يدخل حيث التفعيل في سنة ألفين وأربعة وعشرين ويقال من المجلس في هذه المدينة أنه سوف يطبق سواء أراض المواطن أم لا يريد يعني بالرغم رغم من أنفك سوف يطبق هذا القانون فيمكنكم العودة إلى الموقع الرسمي ربما سوف يظهر لكم لقطات من هذه الأمور على شاشتكم لكن يمكنكم الدخول والتأكد من هذا المخطط في المنتدى يعني أو الموقع الخاص بالمنتدى الاقتصادي سوف يكون هناك 15 منتظر في المدينة هنا في المدينة سوف أعطيك سوف أعطيك سوف أعطيك سوف أعطيك في المدينة تحديد المدينة هنا بسيطة إلى 6 مدينة 1 2 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 13 14 14 14 15 15 14 15 15 15 16 15 16 16 16 في منطقة او في الزون الانتقال الى الزون او من منطقة الى منطقة فيتوجب عليه يعني اخذ الاذن من مجلس تلك المقاطعة شكرا لكم والسلام عليكم